كواليس الاجتماع الطارق لمجلس إدارة اتحاد الكرة تمام هو اجتماع ومش اجتماع طبعا مبرح بعد خروج منتخب الشباب من كأس الأم الأفريقية اللي في مصر طبعا انتخبنا تهزم من السنغال 4-0 قبلها تهزم من ناجرية 1-0 وتعادل في أول مبرارة مع موزنبيق اتحاد الكرة عمل بيان رسمي قال فيه انه في اجتماع طارق في اليوم التالي الساعة 12 الظهر كلنا انتظرنا نشوف نتيجة الاجتماع ايه اللي حصل من خلال مصادرنا عرفنا انه هو ما كانش اجتماع طارق ومش اجتماع رسمي كان قاعدة لمجلس الإدارة غاب عنها ثلاث أعضاء كابتن محمد بركات والاستاذ محمد ابو الوفا والدكتورة دينا الرفاعي ما كانوش موجودين الكلام كان على اللي جاي معايير اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خاصة منتخبات الناشئين والشباب لانه هما المفروض فيه منتخبين هيتشكلوا خلال الفترة القادمة وتحط بعض الخطوط العريضة للاختيار اهمها انه يكون المدرب حاصل على رخصة تدريبية عالية وانه يكون لعب للمنتخبات الوطنية على المستوى المنتخب الاول ويفضل لو كان من ضمن المنتخبات اللي حققت إنجازات بالفعل مع المنتخب الوطني ده طبعا بسبب الأمور الفنية وأيضا أمور أخرى خاصة بموضوع الوازع الوطني عند اللعيبة إنه مثلا بعد مباراة موزنبيق الجهاز الفني أو مجلس الإدارة فوجئ إن اللعيبة واخد الموضوع عادي جدا البعض بيدحك ما فيش أي مشكلة وكلام في أمور بعيد خالص عن كرة القدم فده كان مهم إنه المرحلة السنية دي محتاجة حد كمان يشتغل على الناحية النفسية على ناحية الانتماء للمنتخب على ناحية إنك تحس بالمسؤولية فده كان مهم جدا بسبب كمان في لعيبة خانئة و لعيبة زيالة و لعيبة ديئة و لعيبة نرفيزة و لعيبة أسائت للأسف كان فيه خروج عن النص فيه أمور كتير جدا داخل المنتخب وده اللي خلى فعلا فيه كلام على إنك إزاي تختار جهاز فني يكون مسيطر و ملم بكل الأمور داخل الملعب و كمان خارج الملعب عظيم جدا